المجموعات اللي قدامنا كاس العالم للأندي المجموعة الأولى اللي فعل نادي الأهلي مع بالمراس وبورتو وإنتر ميامي إن شاء الله الأهلي إن شاء الله شايفها إزاي؟ يعني شايف أن أنا وجهة نظري يعني وجهة نظري ممكن بورتو والأهلي إن شاء الله بورتو والأهلي رغم أن بالمراس من الفرق الكبيرة في أمريكا الجنوبية أنا بقول لك أنا وجهة نظري يعني بورتو انت شايف بورتو أهم من بالمراس بورتو والأهلي إن شاء الله طيب الافتتاح ما بين الأهلي وإنتر ميامي ميامي فيه ميسي وسوارس آه برضو بالنادي الأهلي الأهلي الأسلوب ليه كان النهاردة مش اعتمد النهاردة على فرد وفردين في فرقة لا نادي الأهلي ليه أسلوب ليه كانه ليه تكتيكه عنده ما انت عنده لعبة مميزة الحمد لله يعني فبينه وبينك موجود ميسي وسوارس برضو فيه إنتر ميامي مش هيقل النادي الأهلي قوي والنهاردة برضو ميستر كورا هيفكر كويس قوي النهاردة ميسي كايفية النهاردة تقدر تقفل تقفل إزاي علي لازم لأنه طبعا لعيب مهاري لعيب النهاردة ليه رؤية لعيب النهاردة في الدربة السابتة بيسدد لا لعيب لا ما تقدرش حد ينكر أنا هسج لك أبتن فتحي رأيك مجموعة الأهلي بورتو الأهلي طيب ونلتقي بعد نهاية شهر ستة ربنا يدينا وديكتلت العمر طب المجموعة التانية شايفها إزاي قدامك أسام الفرق يعني أنا شايف الفريتين طبعا باريس تنجل مانونا من الفرق كويسة أتلتك ومدريد طبعا من الفرق كويسة وأنا شايف الاتنين دول برضو ممكن يكون موجودين بالمناسبة فيهم فريق كمان بوتفوق البرازيل بوتفوق البرازيل ده اللي ممكن يلعب الأهلي م 14 ديسمبر السابت الجاي لو تخطى بتشيك لو تخطى بتشيك بس أنا أصدي الفريتين الباريس برضو فرق كويسة يعني ده لعيبة كويسة أسلوبة كويس عندهم برضو يخلي بالك لأ وطبعا أتليتوك ومدريد في الدور الأسباني أتليتوك برضو من الفرق طبعا 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 طب المجموعة الثالثة أنا شاب بايرن بيونيخ طبعا ده لازم يخش وممكن ممكن ممكن بمفيك في البرتوال لكن بوكاجوني يرز ما أنا بقول لك أنا وجهة نظر الفنية طب النهاردة برضو خلي بالك اللعيبة دي النهاردة الخبرات النهاردة الإسلوب المدرب النهاردة بيعانده مين لعيب النهاردة فكل هذه الأمور أنا شاب بايرن بيونيخ وبينفيكا البرازيل بايرن بيونيخ وبينفيكا المجموعة الرابعة في لمينجو التراجي تشيلسي ليوني المكسيكي لا أنا شاب تشيلسي تشيلسي برضو فرق كويسة على مستوى الكرة الإنجليزية وممكن في لمينجو البرازيلي ممكن يبقى موجود يعني ممكن يكون موجود أوكي يعني التراجي برضو وقع في مجموعة صعبة 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 شوية مواجهات كلها صعبة جدا طيب هو كابتن فتح يشايف من الأربع مجموعات الأولين اللي حتى تكلمنا فيهم إذا ما كانش فرقة أمريكية أو أمريكا الجنوبية يبقى في ريتين من أوروبا يعني مش يبقى فيها من مجال المفاجآت إلا مجموعة الآلي سقطه في الآلي أكيد هتكون موجودة مع بورتو للنوع أقرب المرشحين أصلايا المجموعة الأولى والمجموعة الرابع بس اللي فيه فرقة مصر يعني فرقة عربية الآلي في المجموعة الأولى والتراجي في المجموعة الرابع طيب المجموعة الخمسة ريفر بليت روى الياباني مونتريل مكسيكي انتر ميلة لإيطالي لا انتر ميلة طبعا ده نمبر وان رقم واحد آه رقم واحد برضو الريفر بليت الأرجنتين ده ممكن ليه كام فيه اسم كبير اسم كبير طيب المجموعة السادسة فلورمينسي البرازيلي بروسيا دورتوموند أول سان هندايل كوري وموموليدي سانداونز الجنوب إفريقيا أنا شايف بروسيا طبعا ده نمبر وان بروسيا برضو من الفرق الكويسة قوي مميزة في فرقة سابتة آه فرقة سابتة آه طبعا مش عارف يعني ما نقدرش نقول ممكن على فكرة ممكن برضو سان هندايل الكوري لان خلي بالك الفرق الكوريدي بيبقى مرتزمين جدا جدا في الملعب بيبقى فقام انتو أكتر فرق كنت بتلعبها بشكل ودي للمنتخب فرقة كوريا كوريا أيوا لي بقى كوريا كنا دايما الفرق اللي بتبقى في التوقيت ده تقدر تقولك أنا أنا أوكي لجندة الدولية تقولك أنا فوضي تعالى تقول شرفنا ولكن طبعا أنا شايف ان فرقة الفرقة دي ممكن تبقى برضو كويسة فرقة كوريا دي من الفرقة كويسة والمميزين وزي ما قلتلك بيبقوا عندهم التزام وعندهم روحها لي قوي وبيبقى الجانب الشقة أو العنصر اللي أقل بدانية عندهم مميز بصراحة مميز جدا جدا طب المجموع السبعة منشستر سيتي الوداد العين يوفينتوس منشستر سيتي طبعا مش عايزين نتكلم عليز عمر في الدور الإنجليزي وفينتوس طبعا الدور الإيطالي ولكن أتمنى أتمنى أن الفرقة العربية تخش في المعام يحاولوا الوداد والعين شوية الوداد والعين أتمنى والوداد طبعا كواسين والعين كواسين وأتمنى زي مرتلك المجموعة دي بقى فيها حد من الدول العربية نتائج الفرقة الأوروبية حاليا في الدوريات متراجعة شوية يعني مثلا السيتي متراجعة تشيلسي متراجعة الريال بيخسر شايف ده ممكن على ما توصل لنهاية البطولة المحلية وتسافر تلعب كسعالم تبقى الفرقة دي انهكت بدنيا خسرت بطولة محلية بطولة محلية أو مش ماشة بشكل كويس هو هم بطولة برضو ما بطولة كاس العالم الأندية دي بطولة بطولة وبتسمع في العالم كله لها تحضير خاص يعني آه طبعا لها تحضير خاص ولها النهاردة حاجات الموديل الفني النهاردة لازم يبقى بيفكر فيها خسر مثلا بطول دور انجليزي لأ أنا عايز أعوض عشان الناس والجماهير والإعلام والدنيا دي لازم وسكة اللعبة في نفسها وكله طيب المجموعة التمنى ودي بقى ممكن بفعل افتتاح مهم جدا ريال مدريد الأسباني مع الهلال السعودي وبتشوكا المكسيكي وساليسبورج النمساوي هو أنا يعني أتمنى أتمنى ريال مدريد طبعا تعرف ريال مدريد في رأة كوليسة مميزة أتمنى الهلال السعودي برضو يبقى داخل في المعمع دي الهلال عنده على فكرة لعبة برضو على مستوى عالي ومحترفين أتمنى أن الهلال يبقى داخل في المجموعة دي إن شاء الله طب لو سألتك على مواجهات العربية في البطولة يعني حرجا قلت الآل إن شاء الله يتأهل تتمنى وتواجد الوداد أو الهلال العين قصدي الهلال عنده مباراة مع الريال مع الريال تتوقع ممكن يعمله نتائج كويسة في الانطلاق أو البداية طبعا انت عارف أي مدير فني النهاردة لازم يبص على الريال مدريد عشان عايز ياخد البطولة فإيه الإسلوب المناسب إيه التكتيك المناسب بتوظيف اللعبة إزاي لازم يفكر أي مدير فني مدير فني الهلال ده لازم يفكر كويسة قوي في المهارة دي لازم يفكر في مباراة الريال دي لازم يفكر تفكير إيجابي يخدم في رؤيته وما يطلعش بنتيجة سلبية أبدا خود الأهلي لقاء الافتتاح أكيد بما ثابت تفاصيل كتيرة ممكن أسمحها من الكابتن فتح